صباح الورد والفلة على عينكم الحلوة او مساء الورد والفلة على قلوبكم الجميلة حسب ما بتشاهدوا الفيديو النهاردة حبيبي من مطبخ جيجي هنعمل مع بعض الزبادي هنعمل زبادي بلدي في البيت كيلو واحد بس لبن هيعمل لنا كمية اللي قدامنا دي اللي احنا شايفينها يلا حبيبي لايك وشيروا وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وهسيب اللينك بتاعي عن استجرام والفيس في صندوق الوصف اتمنى متابعة يلا بقى نشوف الزبادي بتاعنا كده شكله ايه اهو ده الزبادي انا تاخرت القشط عشان اوريكو الزبادي بصوا كريمي خالص ومتماسك يلا بقى نسمي بسم الله ونشوف هنعمل ايه احنا هنا معانا كيلو لبن كيلو لبن من السوبر ماركت بلدي وغلناه وسبنا لغاية ما يبرد خالص يعني سبنا لغاية ما يبقى عامل زي ده مع تلعين كده ده في بسيط ومعايا كباية زبادي بلدي الكباة دي لازم تبقى بيتها عندي ليلة عشان ده الخميرة بتاعة الزبادي دلوقتي حبيب انا هجيبه لفاضية وانزل بكبات الزبادي انا هنا هعمل الزبادي بخيره يعني مش هشيل لوش الزبادي ولا لوش اللبن بعد ما حطيت كبات الزبادي ببولة هاخد شوية من اللبن اللي انا غالياه وصيبته لغاية ما يبرد اللي هو ده في خالص معنا وهنزل على كبات الزبادي وبمضرب او بمعلقة كده او اي حاجة عندك وهتقلبي كده لغاية ما يندمج اللبن مع الزبادي وكتل الزبادي دي كلها تدوب مع اللبن اللي احنا حطناه ويبقى كريمي هنستمر في التقليب لغاية بكتل الزبادي كلها تختفي ودي الحاجة اللي هتنجح الزبادي معاك دي كده حبيبي الخميرة هي بتاعة الزبادي اللي احنا عملناها هنزل بقى بالخميرة دي بتاعة الزبادي على اللبن بصتوا ما فيش كتل خالصة هي وبقى سايل خالص الزبادي مع اللبن بالوقت بعد ما دفنا خميرة الزبادي على اللبن بمضرب كده او بمعلقة وهبتدي يقلب وهو هبتدي يقلب دقيقة دقيقتين لغاية الخميرة بتاعة الزبادي اللي احنا حطناها تدوب مع اللبن بصتوا انا مش عايزة الاقي كتل خالص اهي هنفضل مستمرين في التقليب كده ودي الطريقة اللي هتنجح معاك الزبادي وتخليه مضمون مية في المية وزي اللي انت تشتريه من برا احنا كده خلاص دلوقتي تقلبنا اللبن بالخميرة كويس وهنا بقى هجيب معايا طواجن فخار زغيرها كده للزبادي ممكن تحط في كبايات في علف في اي حاجة عندك وهبتدي بقى املة الاولب الفخار بتاعتي دي ده حبيبي كيل واحد من اللبن وكباية من الزبادي عملناها حميرة طبعا هيطلعونا كمية حلوة وهيبقى اوفر بكتير من برا وانضف انا هنا هملة اولب الفخار اللي معايا ديت هملة الباقي وارجع لكم احنا هنا هو يا حبيبي عملنا خمسة من الفخارة همت وضفت كمان كباتين الازاز الصغيرين دول دل كبايات قهوة همت مليتهم برضو زبادي الكيلو عمل الكمية ديت دلوقتي بقى انا غالية مية وهبتدي احطها في الصينية انا شلت كده الكباية دي بس عشان المية ما تجيش عليها هكب المية ديت كده في الصينية اللي احنا حاطين فيها اوليب الزبادي وبعد ما هكب المية هدخل الصينية الفرن طبعا لو الجو عندك ساعة ياريت تولع الفرن تضفيه بس لو الدنيا مستقعة خلاص حطي كده الصينية زي ما هي هتاخد في الفرن من حوالي 8 ل 10 ساعات وبعد كده هنطلح هنحطها في التلاجة يلا نشوفي حبيبي بعد ما نحطها في الفرن النتيجة ايه دي كده حبيبي كانت نتيجة الزبادي بعد ما طلعناها من الفرن اهوت متماسك خالص اهوت وزي ما احنا شايفين قلبيني الكباتة هما بيقعشوا لحاجة اهوت وعمل معنا الكمية دي كلها كيلو لبن يعني موفر وكفاية انه هو من عمال ايديكي وده ما نضفته وطعمه زي برة بالزبط يلا حبيبي اتمنى تجربوا الوصفة وتقولي رأيكم ايه في التعليقات ويلا لايك وشيروا سبسكريب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اشوفكم على خير اشتركوا في القناة